بصة سيدي تعالى كده واحدة واحدة وبالعقل وبالهداوة احنا لما بنيجي نتكلم على قضية ما احنا هنا مصر لما تيجي تتكلم على شيء ما فاحنا بنحب نتكلم بالإيه؟ بالعقل وبالقانون وبالحكمة وبالمنطق زي ما تكلمنا مبارح طيب أنا بتكلم على إيه دلوقتي بتكلم على نفس القصة اللي تكلمنا عليها مبارح هي قصة علق عبدالفتاح عاوز تشوف الجيم اللعبة مشي ازاي؟ سؤال يطرح شمعنا علق عبدالفتاح؟ طيب ما هو علق معا اتنين تانين في القضية شمعنا علق عبدالفتاح؟ ده سؤال مهم جداً طيب البعثة بتاعتنا في الأمم المتحدة عشان كده أنا معلش لبس النظارة أصدروا بيان أعلنوا باعتة مصر لدى الأمم المتحدة في جينيف رفضوهم للبيان اللي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري وتمت محاكمته وإدانته تاني محاكمة وإدانة وحكم نافذ مش مسجون احتياطية مش رعية أجنبية مقيمة على الأراضي المصرية تعال نشوف البيان كده واحدة واحدة بعد إذن حضراتكم وبعدين هنبدأ نفصله تفصيلاً نصاً ترفض مصر البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يطالب بالإفراج عن مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حالياً واحدة اثنين إن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان يقود عن عمد استقلالية القضاء والسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان هو بدون قانون وبدون قضاء يبقى في مؤسسات ودول في الدنيا طيب كما أن وصف قرار قضائي قراراً قضائي بأنه غير عادل إهانة غير مقبولة إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته وإن تناوله قضية فردية على أساس انتقائي هو ده بقى الانتقاء هو حق الإنسان فيه انتقاء ولا بالجملة يعني أنا هنا أسأل سؤال للمفوض السامي ونقول هو في فلسطين فيه حقوق للإنسان ولا مفيش سؤال في سوريا في حقوق للإنسان ولا مفيش سؤال طيب تعال نسأل سؤال سيبك بالمنطقة العربية شهادتنا مجروحة دول أصدقائنا صحابنا أهلنا إخواتنا السؤال هنا كمان لازم يوجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان ووجه كمان للحكومة البريطانية حقنا نسأل سؤال وماذا عن أيرلندا هو الأيرلنديين ما لهمش حقوق ولا إيه شعب شايف أنه محتاج ياخد استقلاله نوكل بيه برموزه بزعمائه بقياداته صح ولا أنا غلطان سؤال لازم يوجه للبريطانيين لازم يوجه للحكومة البريطانية لازم يوجه لدولة التاج البريطاني وبعدين ناخده نروح بيه للمفاوضان نقول لهم يا جماعة احنا ما شفناش يعني حضراتكو بتتكلموا عن إيرلندا بهذا الشكل مش ما بتتكلموش خالص بهذا الشكل طيب أيهما أبدأ بالحديث والمناقشة علاء ولا إيرلندا ده بالنسبة لبريطانيا اتنين غير إنه هل ده محل الحديث هو شرم الشيخ ليس من عقل ليس من عقل يهم معدي عقل اتنين لديه بليطاني لديه بس